بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم أجمل ترحيب إلى هذه الندوة وللمشاركة بهذا الحدث المهم الذي يسلط الضوء على حملات استهداف ناشطين مجتمع المدني في العراق وآثار ذلك على التظاهر السلمي الجاري في البلاد إذ شهد العراق إبنى غزوه واحتلاله وما يزال زيارة حادة في انتهاكات حقوق الإنسان على يد الأجهزة الأمنية الحكومية والميليشيات المسلحة أبرز هذه الانتهاكات القتل المباشر والتغييب القسري والاعتقال غير القانوني والتعذيب الوحشي والقمع الممنهج لحرية الرأي والتعبير واستهداف الرموز كما حصل وما زال يحصل للمتظاهرين السلميين في كل انتفاضة شعبية مناهضة لحكومات الاحتلال في العراق منذ عام 2003 ولغاية اليوم بعد فشل العنف الحكومي المفرط واستخدام القوة المميتة في إنهاء الاحتجاجات تصاعدت بشكل مرعب وطيرة استهداف ناشطين مجتمع المدني اغتيالا واختطافا وإخفاءا قسريا وتهديدا ولسيما في الأسابيع القليلة الماضية تأتي هذه الندوة من الجهود التي تبذلها هيئة علماء المسلمين الموقرة في سبيل تشخيص الخلل الأساس في هذا الموضوع المهم للغاية إذا أن ممارسة الانتهاكات من قبل قوات هي بالأساس مكلفة بحماية السكان يؤكد حقيقة الحكومة الفاشلة والحكم المسلوب من قبل جهات لا تمثل الشعب العراقي كما هو الحال مع تسلط الميليشيات الموالية لإيران على مصدر القرار في العراق هذه الندوة التي يقيمها قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين سيشارك فيها كل من الفاضلة المحامية والخبيرة في القانون الدولي إيناس زايد الأستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين أرحب بهم أجمل ترحيب وأدعوهم إلى الالتزام بالوقت المخصص لهم وهو 12 دقيقة لكل متحدث نبدأ مع الفاضلة المحامية والخبيرة في القانون الدولي إيناس زايد لتحدثنا في ورقتها عن حرية الرأي والتعبير وآليات المحاسبة الدولية وموجبات الحماية الأممية لحالات الانتهاك فلتتفضل مشكورة شكرا جزيلا مستور شكرا جزيلا ومساء الخير لكم الحضور الكريم وشكرا لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين على عقد هذه الندوة المهمة والموضوع الهام جدا الذي نشهده اليوم الانتهاكات ضد النشطاء في العراق وواحد من الانتهاكات والملفات المهمة جدا التي تضاف إلى ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في العراق هناك العديد من الملفات مثل ملفات المعتقلين النازحين وأيضا ملف عدم وجود متطلبات الحياة الكريمة في بعض المدن ولكن اليوم هناك حاجة ملحة للحديث وفتح ملف الناشطين في العراق بعد التظاهرات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر والتي راح ضحيتها العديد من النشطاء في الواقع طبعا كنشطاء في مجال حقوق الإنسان وكمراقبين لما يحدث على أرض العراق كان هناك تعامل من قبل الحكومة العراقية في بعض الانتهاكات التي طالت النشطاء دون المتوقع كان هناك توقع بأن يكون هناك تعامل أفضل في هذه الملفات على العكس تماما وجدنا أن هناك تراخي في محاسبة الأشخاص الذين قاموا بانتهاكات على النشطاء والمتظاهرين بالإضافة إلى ذلك كان هناك مساهمة في تعتيم والإخفاء لنقل بعض هذه الانتهاكات من خلال قطع الإنترنت ووسائل الاتصال التي حجبت المعلومة عن العديد من المنظمات الدولية ولم نستطع أن نوثق المزيد من الأرقام ولكن الحقيقة دائما تأبى إلى أن تظهر وهناك العديد من المنظمات التي تقوم بالرصد والتوثيق مشكورة وهي التي توصل معلومات والانتهاكات التي تحدث بحق الناشطين إذا أردنا أن نقول عن أبرز تلك الانتهاكات فهي طالت العديد من المسائل ابتداء من موضوع الاختطاف والاختفاء القصري لبعض النشطاء مرورا بالاعتقال وحجز الحرية أيضا التعذيب سواء من قبل قوات الأمنية التابعة للحكومة أو من قبل الميليشيات المسلحة أيضا التي أعطيت صلاحية أن تمارس السلطة على أرض العراق وهناك استخدام مفرط للقوة في فض التظاهرات والاعتصامات التي كانوا ينفذها في هؤلاء النشطاء وصولا إلى القتل القتل العمد وكان هناك رقم مؤخرا ظهر وهو تم حصره وهو 29 شخص تم اغتياله منذ أول من أكتوبر لغاية اللحظة وهناك القصص المأساوية الكثيرة هناك يوم الجمعة قرأنا بخصوص اغتيال أخ ناشط اسمه علي العصمي في الناصرية كانت مشهد قتله في وضح النهار وتم إفراغ الرصاصات في جسده دون أن يكون هناك أي مسوق أو مبرق قانوني لذلك فنعم هناك من القصص المأساوية التي تحدث للناشطين والتي تم توثيقها يوميا لا يكاد يمر يوم دون أن يكون هناك انتهاك مباشر يقع على هؤلاء الناشطين طيب لنقل ما هي الضمانات القانونية لحماية هؤلاء الناشطين الناشطين هؤلاء لما خرجوا للشارع كان هناك مطلب بالإصلاح كان هناك مطلب بأن يتم تحسين الظروف المأساوية التي يعيشونها تعبير عن رأيهم بشكل عام سواء كانت هذا الشكل من أشكال التعبير بأشكال المظاهرات أو بالشعارات المرفوعة أو حتى بالكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه كلها أشكال متعددة من ممارسة حق وحرية الرأي والتعبير حرية الرأي والتعبير كافي لها الدستور العراقي نفسه في المادة 38 من الدستور كفل أن يمارس المواطن العراقي حقه في حرية الرأي والتعبير سواء كان بالكتابة بالنشر بالإعلام أيضا كفل في ذات المادة حرية التظاهر وتجمع السلمي فهذه ضمانة نحن كقانونيين نتمسك فيها بالدرجة الأولى لأن الدستور هو القانون الأساسي في الدولة وهو الذي يرسل قاعدة العامة في الدولة ولا يجوز لقانون أن يخالف هذا الدستور لما نحكي اليوم عن قيام بعض القوات الحكومية في فض هذه التظاهرات أو في الاعتداء على هؤلاء المتظاهرين فنحن نتحدث عن مخالفة صريحة وواضحة لهذه المادة من الدستور وإذا أردنا أن نقول بأن العراق اليوم دولة قانون فهذا الأمر يعتبر انتهاك للدستور وهي دولة قانون لذلك فهؤلاء الأشخاص يعتبروا بالمفهوم القانوني منتهكين أو مجرمين خاصة عندما نتحدث عن بعض الانتهاكات التي وصلت إلى حد القتل وهو أيضا القانون العقوبات العراقي أيضا يجرب فعل القتل أما بخصوص النصوص الدولية فهي كثيرة نصوص الدولية في الاتفاقيات الإعلان العالم لحقوق الإنسان كفل حرية الرأي والتعبير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضا في المادة 19 كفل حرية الرأي والتعبير اعتبر أي تعدي على هذا الحق هو بمثابة انتهاك خطير لهذه الاتفاقية والعراق بالمناسبة ملزم بتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأيضا بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عدا عن ذلك كله فتصنيفنا نحن كحقوقيين لما يجري على أرض العراق هو نزاع مسلح داخلي نزاع المسلح يجعل من اتفاقيات جينيفر 4 تنطبق على أيضا ما يحدث في العراق بالإضافة إلى نظام روم الأساسي المشكل للمحكم الجنائي الدولية والذي ركز في المادة الثامنة منه على مسؤولية خطيرة ومهمة جدا وهي مسؤولية القادة العسكريين على الأفعال والأوامر التي يعطونها للجنود في حال أنه كان هناك طلب من قادة عسكريين بتوجيه السلاح أو الضرب بالرصاص الحي للمتظاهرين فهؤلاء الأشخاص أو هؤلاء القادة العسكريين مسؤولون بشكل مباشر عن الجرائم التي ارتكبت بحق هؤلاء الناشطين وهم بالمناسبة يخضعون في هذه الحالة وتندرج هذه الجريمة تحت جريمة الجرائم ضد الإنسانية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تمام إذن الضمانات القانونية موجودة سواء داخليا أو وطنيا لنقل في العراق أو دوليا والنصوص الدولية موجودة وهي تفرع عنها آليات من أجل المحاسبة والمراقبة ولكن نحن دائما نقول بأن آليات المحاسبة والرقابة على تطبيق هذه القوانين يأتي من داخل العراق يعني القضاء الوطني اليوم في العراق له دور مهم جدا في محاسبة هؤلاء المرتكبين يعني عندما نتحدث عن 29 حالة اغتيال مباشر لأشخاص تم قتلهم بوضح النهار ولم يتم فتح تحقيق واحد من قبل الحكومة العراقية في هذه الجرائم ولم يتم القبض على جاني واحد من هؤلاء الجناء يعني هذا الأمر يعتبر بالوضع الطبيعي لأي دولة عندما نتحدث عن قوة أمنية فيجب أن تتحرك من أجل إيجاد هؤلاء الجناء وإحالتهم إلى القضاء فالقضاء الوطني اليوم هو المسؤول الأول عن محاسبة هؤلاء المجرمين أو مرتكبي تلك الجرائم ولكن في حال أنه ثبت عدم إنتاجية أو عدم قيام القضاء الوطني مهمته في المحاسبة في هذه الحالة نتحدث عن آليات قانونية وضعت من أجل محاسبة هؤلاء المجرمين مثل ما ذكرت المحكمة الجنائية الدولية للمعاقبة على جرائم الحرب وغيرها من أيضا اللجان المتفرعة عن مثلا مثل لجنة حرية اللجنة الخاصة بكفال أو بضمان حق الرأي والتعبير أو حرية الرأي والتعبير المتفرعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضا هي معنية بتلقي الشكاوى حول انتهاكات هذه المادة في النهاية إذا أردنا أن نقول عن مجبات التدخل في الحالة العراقية فنحن نتحدث عن مسؤولية اليوم دولية وتقع بشكل أكبر على الأمم المتحدة لأن الأمم المتحدة اليوم بوصفها الذراع أو بالأحرى الجهة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين فنحن نقول بأنها هي المعنية اليوم بتحقيق السلم والأمن في العراق ما يحدث في العراق اليوم لا يمكن الصمت عنه لا يمكن السكوت عنه وحتى وإن كان ملف العراقي وملف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق قد وضع في الأدراج لسنوات طويلة وتم تغييبه لسنوات طويلة عن المجتمع الدولي فقد آن الأوان اليوم أن يتم فتح هذا الملف أمام المحافل الدولية لابد من أن يكون هناك الهدف الأكبر الذي وجدت من أجله الأمم المتحدة وهو حفظ السلم والأمن الدوليين يجب أن يتحقق اليوم من خلال خطوات عملية تتخذ على أرض العراق من قبل فتح تحقيق دولي مستقل فيما يحدث في الجرائم التي تحدث في العراق إحالة كل شخص من أشخاص المتورطين إلى العدالة سواء كان القضاء الوطني أو القضاء الدولي وأيضا اتخاذ إجراءات تضغط على الحكومة العراقية من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين تم اعتقالهم بمناسبة مشاركتهم بالتظاهرات بالإضافة إلى الوقف الفوري لأي أعمال قمع وأي أعمال من شأنها أن تنتهك حق من حقوق المتظاهرين خاصة فيما يتعلق بحقهم بالتظاهر السلمي والتجمع من أجل المطالبة بحقوقهم أختم بذلك التزاما بالوقت وشكرا جزيلا لإستماعكم شكرا للمحامية والخبيرة في القانون الدولي إنا الزايد على هذه المعلومات القيمة التي تبين المسؤولية الدولية في حال انتهاك حرية الرأي والتعبير والتي يعاد التظاهر السلمي من أبرز تلك المعالم كما يحصل الآن في العراق لا سيما أنه عضو مؤسس في الأمم المتحدة الآن أنتقل إلى الأستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جراء من الحرب ليحدثنا عن ملف اغتيال الناشطين المدنيين والسجون السرية في العراق فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحضور الكريم تحية طيبة بداية نشكر حية علماء المسلمين في العراق استضافتنا في هذه الندوة التي تسلط الضوء على ملف خطير من الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها الحكومة في بغداد بطريقة ممنهجة تحكس مدى إجراميتها وأحزابها وميليشياتها التي فتكت بالشعب العراقي المطالب لحريته وبناء وطنه بعيدا عن الطائفية المقيتة والأحزاب واستثماراتها في هذه الأمور وبعيدا عن كل ما يسيء للعراق وأهله ومن أساء إليهما منذ عام 2003 مرورا بعام 2010-2014 التي شهدت تظاهرات مماثلة التي تحدث في مثل هذا اليوم وهذه المطالب كما تعلمون هي مطالب مشروعة ومكفولة دستوريا ودوليا وهي حقوق أصيلة كما أقرها الجيل الأول من مبادئ حقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذا في الجيل الثاني من الحقوق كما في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنذ انطلاق الثورة والتظاهرات في العراق قام المركز العراقي لتوثيق جرام الحرب بمتابعة أحداثها يوميا وبشكل تفصيلي ودقيق وأصدر العديد من التقارير والبيانات مع منظمات دولية بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المدنيون على يد القوات الحكومية والميليشيات في بغداد وبقية المحافظات ومن احدى هذه التقارير ما وثقه المركز العراقي لتوثيق جرام الحرب مع لجنة حقوق الانسان في الميثاق الوطني العراقي من عمليات الاغتيال الممنهجة بحق المدنيين والناشطين في المحافظة وأيضا ما وثقه المركز مع المرصد الأورو متوسطي لحقوق الانسان بشأن السجن السري في منطقة الدورة ببغداد الذي ضم أكثر من 300 معتقل بينهم فتاة يتم تعذيبهم بشكل وحشي بشكل ممنهج وقبل يوم أصدر المركز العداد النهائي للقتل والجرحى والمعتقلين في العراق منذ بداية انطلاقة الثورة إلى يوم 15 كانون الأول فبلغ عدد الجرحى 24.311 وعدد القتلى 551 وعدد المعتقلين والمختطفين 2777 بحسب ما ذكرته المفوضية العليا لحقوق الانسان الحكومية وما تم رصده من قبل المركز وبقية المنظمات وهنا نؤكد أن هذه الأعداد أكثر من الأعداد المعلنة من عدد المعتقلين والمختطفين والجرحى والقتلى وأشارت عدة منظمات دولية إلى ضلوع الميليشيات وقوات مدعومة من إيران في هذه العمليات والانتهاكات الخطيرة بحقوق الانسان كما أكدت مصاري الطبية محلية أن نحو 50 شاب من دون السن العشرين قضوا خلال هذه التظاهرات إضافة إلى سبع فتيات في بغداد وواحدة في البصرة في بداية التظاهرات وأشارت إلى أن أسباب الوفاة كانت بين إطلاق النار على الرأس بصورة مباشرة والصدر والظهر وقنابل الغاز وتم إصابتهم بشكل مباشر ومما أدى إلى وفاتهم على الفور فضلا عن حالات الطعن التي تكبها بعض المندسون في هذه التظاهرات وبالحديث عن عمليات الاغتيال سنتحدث بشكل تفصيلي ودقيق عن هذه العمليات التي بدأت بعد يومين من عمر التظاهرات في العراق فانطلقت موجة الاغتيالات من العاصمة بغداد مرورا بالمحافظات الأخرى البصرة كربلاء ميسان النجف وبلغت أوجهها في محافظتي البصرة وميسان التي سجلت أعلى معدلات الاغتيال في الشهرين الماضيين وفي كل مرة تتنوع لدوات متبعة في جرائم القاتل فتارة تكون باستخدام سيارات دون لوحات تقل على متنها مسلحين يترصدون الناشطين فيطلقون عليهم النار ثم يلدون بالفرار وتارة عبر الدراجات النارية وتارة بعبوات ناسفة وتارة بأسلحة كاتمة للصوت وخلال الفترة من 21 الأول ولغاية 20 كانون الأول رصد المرصد العراق لتفتيف درام الحر أكثر من 27 حالة اغتيال في بغداد وبقية المحافظات فضلا عن إصابة ثمانية آخرين من هذه العمليات في خمس محافظات بمعدل ثلاثة عمليات كل أسبوع تقريبا حيث تم استهداف الناشطين بشكل مباشر وبن منطقة قريبة ولم تعلن السلطات الحكومية حتى الآن عن الجهة المسؤولة ولم تفتح تحقيقا بذلك وعلى إثر تكرار عمليات الاغتيال بدأ الناشطون بأخذ التدابير والاحتياطات والاحترازات والإرشادات لحماية أنفسهم من بينها تغيير الطرق بشكل دائمي واستبدال شريحة الاتصال الخاص بهم بالهاتف والبقاء أطول مدة ممكنة في ساحات التظاهر والاعتصام وعدم الخروج وحدهم من ساحات التظاهر ويعد الناشطون والمتظاهرون حادثة مجزرة السنك عملية اعدام واغتيال جماعي للمتظاهرين التي قامت فيها الميليشيات المعروفة بتنفيذ هذه العمليات التي اقتحموا ساحة الوثبة والخلاني مما أسفر إلى ختل من أكثر من خمسين مدنيا حينما تعرض لهم أكثر من مئة مسلح من الميليشيات إلى هذه الساحات والإصابات أكثر من مئة وخمسين مدنيا في معلومات للمركز العراقي تحدث مصدر أمني في وقت سابق أن أغلب عمليات الاغتيال التي جرت في بغداد وبقية المحافظات ضد الناشطين كانت تجري بعد خروج الضحية من مكان التظاهر مثل ساحة التحرير ودوار التربية في كربلا وتطرق أيضا هذا المصدر إلى تشابه طرق الاغتيالات التي نفذتها هذه الميليشيات كما ذكر المصدر الأمني أن بعض فصائل ميليشي الحج الشعبي قد أعدت قوام من جهاز أمني حساس لأسماء ناشطين وبارزين من المتظاهرين بمتابعتهم واغتيالهم أما مسلسل الاغتيالات فنتحدث عنه بشكل تفصيلي بدأت حالة الاغتيال في 2012-2019 عندما وصلت ميليشيات مسلحة إلى دار الناشط حسين عادل في البصرة وقتلته هو وزوجته اغتالت ميليشيات مسلحة في سابع هداعش الناشط المدني أمجد الدحمات في يوم 10-11 نجل ناشط عادل حسين عمدر الزاق في الكرادة من محاولة اغتيال بتاريخ 16-11 عثر في بغداد على الناشط والكاتب عدنان رستوم في 21-11 نجل ناشط في اعتصامات جامعة البصرة حسين المياحي في يوم 23-11 نجل ناشط جواد الحريشاوي في مدينة النجف اغتيلة يوم 23-11-2019 الناشط أحمد الياسري يوم 26-11-2019 استهدفت ميليشيات مسلحة الناشط والشيخ حيدر عبدالأمير المالكي يوم 11-12 اغتالت الميليشيات مسلحة الناشط حيدر فاضل بدر الحسان في يوم 2-12 اغتيل الناشط والمحمد عاصر من الشمري في يوم 8-12 اغتيل الناشط فاهم الطائي في نفس اليوم نجل ناشطان ايهاب الوزني والطبيب مهند الكابي من محاولة اغتيال في يوم 9-12 نجل ناشط حازم الحداد في كربلا من محاولة اغتيال يوم 11-12 اغتيل الشاعر علي اللامي ثم في هذا نفس اليوم على باشي الجزان تم اغتياله مصادر محلية يوم 14-12 اشارت الى اغتيال اربعة ناشطين في محافظة البصرة محمد جاسم الدجيلي توفي اثر اصابته يوم 15-12 في يوم 15-12 ايضا اغتيل الناشط حق اسماعيل العزاوي في يوم 15 ايضا جرت محاولة اغتيال الناشط الظاري ناصر حسين يوم 20-12 اغتيال علي العصمي في مدينة الناصرية يوم 22 يوم امس تم اغتيال الناشط حسن نعيم ان هذه الاعمال المتقدمة الذكر هي محاولة سافرة وجريمة متكاملة الاركان لقبع التظاهرات والاحتجاجات في العراق فان عدم قيام بغداد باتخاذ التدابير اللازمة والضرورية منذ بداية التظاهرات لحماية المدنيين وعدم محاسبة القتل والمجرمين سهل الكثير من عمليات الاغتيال وهو دليل على ان الحكومة على علم بما يجري وهي متواطئة مع الميليشيات وختاما شكرا لحسن الاصغار نشكر الأستاذ عمر الفاقهان مدير المركز العراق لتوثيق جرائم الحق على مقررته التي حدثنا فيها عن منافع اغتيال الناشطين المدنيين والسجون السرية في العراق الآن مع الدكتور ايمن العاني مسؤول قسم حقوق الانسان في هيئة علماء المسلمين ليحدثنا عن جهود القسم في رصد وتوثيق ما تعرض له الناشطون المدنيون خلال ثورة تشرين العراقية للمدة من الاول من تشرين اول اكتوبر الماضي وحتى العشرين من كانون اول الجاري فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا على هذا الحضور الكريم وعلى تجشم عنها الوصول الحقيقة لانه انا اخر متحدث فحتى لا يصيبكم الملل سأكون بعجالة سريعة الورقة طبعا هذه ستتناول رصد وتوثيق استهداف الناشطين المدنيين في ثورة تشرين العراقية جهود قسم حقوق الانسان في رصد وتوثيق الانتهاء بحق ناشطين المجتمع المدني خلال مدة زمنية من الاول من اكتوبر الماضي الى العشرين من كانون اول الجاري مصادر المعلومات مندوبوا قسم حقوق الانسان متواجدون على الارض في العراق ويوثقون الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات بحق المتغاهرين السلميين وهذه طبعا كانت التواصل بين كل من شاهد او واجه اي انتهاك والحقيقة هنا نذكر ملاحظة انه الهيئة تبرز متى ما يحتاج الشعب الى من يسنده سندا وطنيا حقيقيا يعبر عن ضمير الجماهير وهذا انعكس بتفاعل كبير مع القسم مع الاسف الشديد لكثرة الانتهاكات على الارض يتابع قسم حقوق الانسان احداث وتطورات المظاهرات السلمية ساعة بساعة من خلال التواصل مع متظاهرين وناشطين وصحفيين وداعمين ميدانيين واضباء ومسعفين متبرعين وبطبيعة الحال ذوي الضحايا محاور الورقة هناك ثلاثة محاور الاولى الرصد والتوثيق الثانية شكاوى لدى اللجان الامر المتحدة المختصة والثالثة دراسة لحالة اختفاء قسري حدثت في العراق الرصد والتوثيق طبعا هناك مئات الشهادات ومقاطع المسجلة التي تم توثيقها وإحصاءات كذلك يتضمن الاختيالات والاختطاف والاختفاء القسري وانتهاكات أخرى بالنسبة للاختيالات هناك إحصاءات حتى يعني الحقيقة نستغل الوقت بحسب الجنس هناك عدد حالات الاختيال التي وثقها قسم حقوق الإنسان تسع وستين حالة منها ست إناث وثلاثة وستون ذكرا فتكون نسبة الذكور واحد تسعين بالمئة ونسبة الإناث تسع بالمئة بالنسبة للاختيالات الإحصاءات بحسب الفئة العمرية كما تحدثت أنه العدد الحالاتي الكلية هو تسع وستون حالة أربعة قاصرين وخمسة وستون بالمئة الحصاءات بحسب المهنة ثلاثة محامين ثلاثة أطباء ثلاثة أساتذة أكاديميين ثلاثة إعلاميين ومساعد طبي وستة عشرة داعما ميدانيا إضافة إلى إمام مسجد وشيخ عشيرة نحن طبعا نتحدث عن استهداف الناشطين وليس المتظاهرين أساليب الاختيال تنوعت من قتل مباشر إما بالرصاص أو بالكاتم الدهس عبوات لاصقة طعم بالسكين والخنق هناك ملاحظة جميع المغدورين الذين تم اختطافهم قبل اختيالهم تعرضوا للتعذيب أو التشويه أو كليهما قبل أن يقوم مرتكبون بقتلهم ورمي جسسهم على خارعة الطريق طبعا هنا التأكيد على أن حتى التشويه حدث قبل الموت تشويه وحشي وهذا ما أثبتته التقارير الطب العقلي المختطفون والمغيبون هذا المحور الإحصاءات حقيقة بحسب الجنس كذلك العدد الكلي للحالات وثق قسم حقوق الإنسان مئة وسبع عشرة حالة منها عشر إناث ومئة وسبعة ذكور الإحصاء بحسب الفئة العغرية عشرون قاصرا وسبعة وتسعين وتسعون قادرا ضمن هذه الحالات التي تم اختبارها كذلك الإحصاء بالنسبة للمختطفين والمغيبين بحسب المهنة أربعة محامين ثلاثة إعلاميين أكاديميا وطبيب هذا طبعا مسألة مهمة جدا هنا شكاوى للإحصاء الإتماسات لدى الجانب الممتحدة المختصة التي قام بها قسم حقوق الإنسان في المدة الماضية فيما يتعلق باستيداف الناشطين خلال ثورة تشرين العراقية وفق ما تم توثيقه هو قدم القسم الاتماسات إلى لجنة الاختفاء القسري في الأمم المتحدة بخصوص 49 حالة عاجلة للكشف عن مصير الضحالة إلى جانب ذلك تم إرسال 137 حالة قتل واختيال إلى لجنة القتل خارج القانون الأممية لإجراء تحقيقات حاسمة بشأنها الشكاوى والاتماسات طبعا هناك مآل الحالات ما هي مآل الحالات بالنسبة للحالات العاجلة للجنة الاختفاء القسري خمسة من مجموع 49 حالة تم الإفراج عنهم 13 حالة تم الرقب بشأنهم من قبل الحكومة و31 حالة لم يتم الرقب بشأنهم هذه النسب طبعا طبعا الخمسة من قبل 13 لكن هو حتى للإنصاف هنا نلاحظ عدم اكتراث الحكومة يظهر جليا لأنه نسبة عدم البرد وعدم الاكتراث وتجاهل هذا الموضوع أكثر من 63% أما بالنسبة للحالات الأخرى فجاري الاستكمال العمل جاري لاستكمال إجراءات الحالات الأخرى المتعلقة بالانتهاب دراسة لحالة اختفاء قسري الحقيقة لدينا هنا حالة اختفاء ناشط حقوقي اخترنا هذا الناشط لأنه أيضا ناشط مدني وأيضا حقوقي وأيضا مدافع عن حقوق الإنسان ومدافع عن المتظاهرين المعتقلين مجانا طبعا الاسم علي تشاسم حطاب الهليجي اختفاء قسري الحالة اختفاء قسري المهنة محامي الجنسية العراقية حالة زوجي المتزوج والمطفل تاريخ الاعتفال 8 تشرين أول أكثر الماضي مسار الحالة في 8 تشرين أول توجه المحامي علي تشاسم الهليجي لمنفع لمقابلة أحد موكلية المفترضين لكن بعد وقت قصير من وصوله إلى مكان قام عناصر ميليشي الحجد الشعبي بالقبر عليه وعطيه إلى مكان مجهول كان الهليجي يدافع مجانا عن حقوق المتظاهرين السلمين الذين اعتقلوا في الانتفاضة المناهضة لحكومة تسلسل الأحداث في البداية تجددت الاحتجاجات الهليجي ينشط بالدفاع عن المتظاهرين الهليجي يتلقى تهديدات من ميليشي الحجد ميليشي الحجد تختطف الهليجي وسط مدينة العمارة و23 أكتوبر تطالب اللجنة أمومية بحالات الاحتفال القسري التدخل العاجل من أجل الكشف عن مصير الهليجي لكن مع الأسف لحد الآن الحكومة لم ترد على طلب الكشف طبعا من الذي قامه بعملية الاختطاعة؟ هناك ميليشيات تنشط في محافظة ميسان لهليجي من محافظة ميسان هذه الميليشي ميليشي حركة أنصار الله الأوفياء هذه الميليشي مرتبطة وموالية لإيران يرأسها أو يقودها شخص يدعى حيدر الغراوي وهي معروفة بقمعها المتظاهرين السلمين وظلوعها بالقتل المدنيين في المحافظة هنا الحقيقة هذا فيلم يظهر لحظة اختطاف المحامي علي جاسب هو واقف هنا طبعا تم استدراجه من قبل امرأة هي اتصلت عليه مدعية أنها أحد أقارب متظاهر معتقل وتريد أن تدافع عنه تم التسجيل أبدا هذه سيارة نعتاه لون أسود تابعة للحشد الشعبي وتابعة لحركة الأوفياء حصرا ومعروفة في المحافظة وهنا تم طبعا هذه السيارة نقلت الامرأة إذن المسألة تم تخطيط لها ذو المختطف ذهبوا لبلاب عن هذه الحالة لكن دون جدوى كمئات الحالات الأخرى المشكلة أنه التي حصل أنه أحد الضباط نصح ذوي المعتقل بعدم إثارة هذا الموضوع علاميا بحسب تعبيره كي لا تتعقد مسألة عملية اطلاق سراحة هذه صورة عن تم طبعا مناشدة اطلاق مناشدة من قبل ذوي المختطف فتداعى لها قسم حقوق الإنسان بالإضافة إلى اتلاف حقوق آخر وتم أخذ الأوراق الثبوتية وإفادة الأهل وهذا كله تم تضمينه بطلب إلى لجنة حقوق الإنسان لجنة الاختفاء قسطي في الأمم المتحدة وهذه الإجابة حقيقة هي تقول أنه استلمنا الطلب وتقول أنه قدمنا للحكومة ولكن الانتظار هو سيد الموقف مع الأسف الشديد شكرا لحسن الاستماع وأعتذر عن الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين على هذا الاستعراض الموجز لجهود قسم حقوق الإنسان بالهيئة بشأن متابعة الأحداث الجارية ساعة بساعة وتواصل عبر المندوبين المتواجدين على الأرض مع مختلف الفئات المجتمعية المشاركة في التظاهرات السلمية المتواصلة في العراق والعمل على توثيق حقوق المتضررين وجرائم المرتكبين والنيابة عن المظلومين والمقهورين في إصار صوتهم إلى العالم إيمانا من العاملين بعدم تساقط هذه الجرائم بالتقادم جرائم ما يجري اليوم سواء في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات هي جرائم حكومية لن تسقط بالتقادم الآن نفتح باب الأسئلة والمداخلات على أن تكون في صلب الموضوع وبحدود دقيقة واحدة لكل متسائل الأستاذ عبدالقادر النايل شكرا للمحاضرين على هذه المعلومات القيمة وبالتالي حقيقة كلامي هو رد ومداخلة على الأستاذ إيناس حقيقة يعني يشيع دائما مبدأ عدم فهم الواقع العراقي لكثير من الناشطين العرب والأجانب وبالتالي هناك أوهام ينبغي أن تزال حتى نفهم طبيعة الحال هناك كثير الاستشهاد بالدستور الحالي ولو كان هذا الدستور قانونيا لما انتفضت نقابة المحامين العراقيين والناشطين العراقيين ضد الدستور وبالتالي مطالبة بإلغائه تماما لأنه عبارة عن مواد فض فاضة فبالتالي لا ينبغي لقانونيين ظالعين وبالتالي ينظر إليهم الشعب العراقي وحتى نحن كناشطين على أنهم فاهمين تماما للقانون وما يجري من أحداث أنهم يستشهدون كأنه عقد وطني مهم ينبغي أن لا يتجاوز هم تجاوزوه بكل الأحوال يعني هم يقولون أنه تسمية رئيس الوزراء ضمن الدستور 15 يوما وانتهت المدة يوم أمس وبالتالي هم لا يحترمونه فكيف يمكن أن يتم الاستشهاد فيه ثانيا لا يوجد هناك في العراق قضاء يعني هذه القضية مسلم فيها وبالتالي عندما يأتي الكلام على أن القضاء ينبغي أن يتدخل من قانونيين ربما من شعبيين صحفيين إعلاميين لا نرد كثيرا لكن عندما يأتي الوصف من قانوني حقيقة ينبغي لنا أن نوضح الأمور بطريقة واضحة تماما فالقضاء متواطئ تماما يعني الرئيس السلطة القضائية الماضي كان هو عضو مؤسس في حزب الدعوة واليوم هذا الحالي الزيدان هو صحر لأبو مهدي المهندس يعني هو زوج أخت أبو مهدي المهندس القياد الإيراني الميليشياوي فبالتالي يعني هذه مداخلة ثم يأتي السؤال بالتالي لا يمكن أن نستشهد بقضاء غيب إدعاءه العام يعني اليوم الجرائم المفروض للإدعاء العام يقيم دعاوة هو لم يقيمها بالتالي هذا هناك تواطئ واضح تماما من القضاء الذين يشرعونون المخالفات القانونية لكل هذه الجرائم بطريقة واضحة تماما شكرا شكرا أستاذ عبدالقادر تفضل أستاذ عبدالرحيم الكوبيسي بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي للجميع وللأعزائي الذين تقدموا بأوراقهم من خلال هذه الإعصائية التي نطل عليها باستمرار من شهداء من جرحة من معتقلين غطت المحافظات كلها القضاء لا يوجد قضاء في العراق فعلا قضاء مسيس من المحكمة الاتحادية إلى المجلس هناك مظاهرات في الجزائر هناك مظاهرات لم يجرح أحد لم يقتل أحد نحن أمام مجموعة لا تنتهك حقوق الإنسان مجموعة مجرمة هذه المجموعة من 2003 لحد الآن التي تبوأت العتب ليس على هؤلاء الذين تبوأوا السلطة الأمريكان الذين جاءوا بهذه المجموعة هم المسؤولون ليست مسؤولية فقط على هؤلاء وإنما أنا الآن للإخوان هذا التوثيق ضروري لكنه يجب أن نذهب إلى منظمات المجتمع المدني بالخارج منظمات الحقوقية بالخارج ندون هذا ونستمر في الضرب ونستمر في الضرب في كل مكان ونهيج الشارع العراقي دون أن نسمح لأحد أن يقول ونمالي زي ما يقول أخواننا المصريين شكرا نعم الآن نجاوب على هذه الأسئلة تفضلي ستئيناز يعني أنا رح أجيب على السؤال الأساسي التي تتفضل في الأستاذ فيما يتعلق أستاذ عبد القادر يعني فيما يتعلق الموضوع أولا الدستور والقول بأن الشعب اليوم غير راضي على الدستور العراقي فكيف نحتاج بمواد الدستور اليوم الدستور هو مثل ما ذكرت القانون الأساسي في الدولة عندما نتحدث عن وجود قانون أساسي في الدولة يحكم مجريات الأحداث في الدولة حتى وإن كان الشعب يطمح إلى تغيير هذا الدستور ولكنه قائم فما بالك لما نحكي نحن عن حقوق وحريات يقرها هذا الدستور الذي تتمسك الحكومة فيه يعني نحن نقيم الحج اليوم على الحكومة التي تتمسك بالدستور ونقول بأن الدستور نفسه الذي تتمسكون به ينص على أن حرية الرأي والتعبير هي مصانة ومكفولة أرض العراق ولكن بالإضافة إلى ذلك فعلى الرغم كقانونيين أيضا أتحدث عندما نتحدث عن تعديل لهذا الدستور فيجب أن يمر بكافة المراحل الدستورية والقانونية التي أقرها ذات الدستور وإلا سوف يكون هناك فراغ يعني لا يوجد دولة بدون دستور يعني إذا أردنا أن نقول هذا فيما يتعلق في موضوع أما فيما يتعلق في موضوع القضاء يعني القضاء هو الركيز الأساسية في أي دولة التي تضمن عدم استفاء الحق بالذات عندما نقول بأن القضاء العراق اليوم مسيس غير موجود وننكر وجود سلطة قضائية فرحنا نقول للناس يعني روحوا استوفوا حقوقكم بذاتكم كل حدا عنده ثأر يروح يستوفي بذاته لذلك كقانونيا نحن نتمسك بوجود السلطة القضائية أي نعم هناك انتهاكات في السلطة القضائية هناك عدم استقلالية عدم حياد ولكن هاي كلها انتهاكات على السلطة القضائية ما بجوز أنه إحنا نشرع عدم وجود السلطة القضائية بناء على هاي الانتهاكات حتى ضمانات المحاكمة العادلة اليوم يعني أغلبها مش موجود إذا مش كلها وبالتالي إحنا ما بنقدر أنه إحنا نتمسك فيه الاستثناء ونغلبه على الأصل الأصل هو وجود سلطة قضائية ويجب أن تكون ضليعة بدورها بالمحاسبة والرقابة إذا قصرت فهي محاسبة أيضا يعني من وجهة نظري أنا القانونية يعني يعني شيء جدا مدمن راح يكون للعراق إذا قلنا بأن السلطة القضائية اليوم موجودة على الرغم من تحفظات الجميع والأستاذ أيضا تفضل بموضوع أنه اليوم القضاء مسيس طبعا بس تعقيب على كلام الأستاذة في ناس واستشهادا برأي السيد القاضي الحاضر بيننا القضاء العراق موجود نعم موجود لا أحد لا عاقل ينفي القضاء لكن هذا القضاء غير مستقل غير محايد وغير نزيه يعني ماذا نترجى أو ماذا نتمنى أو ماذا يمكن أن ينتج هذا القضاء ست عشرة سنة القضاء في العراق أمعنا في الولوغ بدماء العراقيين الشرفاء ست عشرة سنة العراق مغيب عن العالم بسم الله الرحمن أولا أريد أن أعرفكم بأنني لست عنصرية ولا قائدية ولا مناطقية أنا مع واحدة العراق من البصرة جنوبا حتى زاق الشمال سؤال منذ اللحظة الأولى للثورة ثورة هذا الشعب العظيم البطن شاهدناها وكلنا سمعنا أين هي المناطق التي وقعت فيها هذه التظاهرات لا يخفى علينا جميعا معظمها من بغداد حتى المصر جنوبا مرورا في السماء والناصرية والنجم وقربلاء وغيرها تقصد التظاهرات الحالية نعم نعم بينما المناطق الشمالية وأخص بالذكر مدينة الرابعين الموصل البطن ومدينة كربلاء أم العروبة باستثناء المناطق الكردية ولو أنني لا أريد أن أقول استثناء المناطق الكردية لم أجد فيها من يرفع يده حتى يخفف عن إخوانهم في المناطق الوسطى والجبوية أريد أن أعرف وتوتحوا لها لماذا هذه الثورة خصصة في المناطق تمام تمام شكرا أستاذ شكرا وسؤل الجميع الرد على إذا تسمحوا لأرد على الأستاذ أستاذ العزيز نحن في هيئة علماء المسلمين في أدبيات الهيئة الهيئة الشرعية وطنية أكرر الهيئة شرعية وطنية تبتعد قدر الإمكان عن المسميات المذهبية والهويات الفرعية لكن هناك مثلا في قسم حقوق الإنسان نضطر من باب تشخيص الضحية نضطر إلى توصيف الضحايا هم من العرب السنة أو هم من كذا أو هم من الأيزيديين أو هم من النصارى أو غير ذلك حقيقة أنا لست سياسيا لكن سأتكلم من وجهة نظر حقوقية إذا حضرتك أكيد كنت مواكب للشرح والإحصاءات إذا أتكلم رفل سبيكينج يعني يعني هيك سأتكلم بلغة طائفية قليلة أول شهيد في المظاهرات من العظمية أول شهيد في هذه المظاهرات التي تجددت بعد الأول من أكتوبر الأول من أكتوبر تشرين أول الماضي أول شهيد في أول يوم من المظاهرات هو من الأعظمية في الانتهاكات التي نرصدها حقيقة يعني يتصدى لها أبناء المناطق المنكوبة محافظات منكوبة بفعل العمليات العسكرية الحكومية التي شارك فيها الكثير من الدول والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بحجة محاربة الإرهاب فتركها خرابا يبابا ملايين النازحين توقف مظاهر الحياة بشكل مرعب ومع ذلك إذا تحب يعني تزورنا في القسم أو تنطيني وسيلة للتواصل أرسل لك عشرات المقاطع التي تثبت مشاركة المناطق والمحافظات المنكوبة بالمظاهرات سواء دعما أو تضامنا أو إضرابا طلابيا أو حتى في الدعاء وبالنسبة بالعودة إلى الإحصاءات لا أبالغ إذا أقول أن أكثر من ثلاثين بالمئة من الحالات التي وثقها قسم حقوق الإنسان هي تابعة لأبناء المحافظات المنكوبة يا سيدي فلك أن تتصور ولكن نحن نفهم أن هناك تعتيما إعلاميا يراد منه إخراج الصورة التي تحدثت بها جنابك الله يرضى عليك أنا أريد أن أعقب على حتى في المستقبل لا يكون هناك إنعكاس سياسي على هذه المناطق ويقولون بأن الثورة هي ثورة أهل ونحن أبناء العراق إن خرج من من سبق وأن خرجنا لا أحد يقول لا أحد يقول أنا لست عنصريا ولا طائفيا أنا مع وحدة العراق ومن الجنوب هذا هو يعني ونحن أيضا مع وحدة العراق أستاذ أشكر هل من تساؤل آخر قبل الختام في ختام هذه الندوة التي عقدها قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين لتوثيق جرائم التي عملتها السلطات الحكومية والميليشيات المساندة لها ضد المتظاهرين السلميين في ثورة تشرين أشكر لكم حضوركم الكريم على أمل أن نلتقي بكم في مناسبات مقبلة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم والسلام عليكم